حيث ثمن رئيس الهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء محمد خير ثمن دور الحكومات التي وجهت بمساعدة لبنان في أزمته وقال اللواء محمد خير إن لبنان يعيش أكبر أزمة في تاريخ بلاده لكنه قادر على تجاوزها وفق تعبيره نحن بصورة خاصة الدول العربية والخالجية نحن نراجع الشكل باسم دولة الرئيس كل الشكل الكبير وكل بمعناه الاحترام والتعديل لدولة خالجية الدول العربية وكل المنصمات الدولة هي تحيوة توقف معناه المهام نحن مثل ما عم تشوفهم التأثير استوعبنا التأثير وينضم إلينا الآن عبر الانترنت من بيروت وزير الاقتصاد اللبناني السيد أمين سلام سيد أمين أحييك على الجزيرة مباشر وللحقيقة دعنا نأخذ صورة عامة عن حال الاقتصاد اللبناني الآن بعد كل هذه الأيام التي مرت من بدء هذه الحرب التي تشن على لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي كيف يبدو المشهد مع الوزير؟ يعني يسعد مساكم ويسعد مسا مشاهدين الجزيرة طبعاً يعني نحن مثل ما تفضل وذكر بعض الضيوف لبنان اليوم تحت الحصار يعني لبنان اليوم يستهدف والموضوع ليس فقط موضوع هجوم على حزب الله هناك هجوم ومنهج لتدمير ما تبقى من لبنان يعني عم بحكي على سعيد الاقتصاد عم بحكي على سعيد مقدرات هذا البلد عم بحكي على الصعيد الإنساني والنسيج الإنساني والمجتمعي في هذا البلد لأن القصف القائم من دون توقف بالرغم من الرسائل السياسية الواضحة التي قد صدرت عن عدد كبير من السياسيين والمسؤولين بطلعتهم رئيس الحكومة على نية لبنان وقف النار وقف اطلاق النار أو الوصول إلى وقف اطلاق النار كلما بادرنا بحسن نية كلما قوبلنا بإجرام أكثر وتدمير أكبر من حيث الأرقام هل لديكم أصبحت الصورة واضحة ولديكم تقييم مبدئي عن تأثر الاقتصاد اللبناني بهذه الحرب؟ يعني مما لا شك فيه أن الجميع يعلم أن لبنان كان يمر بضائحة اقتصادية وانهيار اقتصادي كبير قبل الحرب بسنوات وهذه الحرب أتت لتضيف طبقة أو لتضيف وجع وألم أكبر على الاقتصاد اللبناني وعلى إرادة لبنان في الخروج من الأزمة التي كان بها اليوم في عنا يا سيد الكريم الأضرار المباشرة والأضرار غير مباشرة نتيجة هذه الحرب وقد حذرنا نحن منذ ما يقارب السنة أن حرب بهذا الحجم إذا توسعت أو طال أمدها ستأخذ لبنان إلى المجهول ونحن في هذه الحقبة الآن لأن هذه الحرب أولا دمرت كل تقديرات النمو التي كنا كد وضعناها بعض التعافي القليل الذي شهدناه عام 2023 هذا أصبح في علم الغيب بالنسبة للوضع الحالي لا نمو في البلد وهناك طبعا تدهور كبير على المدى القصير في الناتج المحلي نتيجة دمار القطاع الزراعي في مناطق الجنوب والبقاع الذي كان يشكل جزء كبير من صادرات الاقتصاد اللبناني وأضيف إلى هذا انهيار كامل للقطاع السياحي الذي قد كان الأكسجين الوحيد للبنان خلال السنوات الماضية قبل الحرب فالخسائر هذه المباشرة أما الغير مباشرة فهي تعتمد على طول أمد هذه الحرب ونعكاساتها على موضوع النزوح اليوم أكثر من مليون ومئتين ألف نازح داخل الأراضي اللبنانية وهذا نزوح غير مسبوك في تاريخ العالم أن يحصل في مهلة أقل من أسبوع في بلد بحجم لبنان فالتداعيات ضخمة وهذا ولم نتكلم بعد على الدمار الهائل في الجنوب والبقاع وضواحي بيروت للمباني والمؤسسات التجارية والمصانع وغيرها مليون ومئتين ألف نازح هذا رقم ضخم وخطير للغاية على بلد تعاني اقتصاديا من الأساس كيف تتعاملون مع مسألة النزوح؟ كيف يؤثر ذلك على خزانة الدولة اللبنانية مع الوزير؟ يعني لا يقف على أحد أن إمكانيات الدولة اللبنانية خاصة خلال السنوات الأربع الماضية صعبة جدا ويعني حرب بهذا الحجم ونزوح بهذا الحجم قد يأخذ لبنان إلى الهاوية وقد ينهي على ما تبقى من مقدرات الدولة ولهذا اليوم يا سيد الكريم نحن نقول أننا نعمل كما يقال في اللبناني يعني نقول باللحمة الحي لجنة الطوارئ والدولة اللبنانية تعمل على احتواء أكبر كدر ممكن من النازحين في المدارس في المستشفيات في كل المباني الحكومية وتؤمن لهم كل الدعم المطلوب لكن اليوم الأساس في هذه المرحلة لتخطي هذه المرحلة هو الدعم الدولي والدعم العربي الذي نشهده ومشكورين وتحية من شاشتكم إلى كل الدول العربية وبطلعتهم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومصر جمهورية مصر العربية وكل الدول العربية اليوم تقوم بدعم كبير إلى لبنان لإحتواء هذه الأزمة من مساعدات تصل عبر جسور جوية إلى لبنان نستلمها يوميا في المطار إلى الدعم إلى الجيش اللبناني إلى الدعم على جميع الأصهدى وعلى جميع الكفات فنحن اليوم الدعم الدولي أساسي لكن أهم من الدعم الدولي يا سيد الكريم هو التوصل السريع إلى وقف لإطلاق النار وحل إلى السلام الأصوات التي نستمع إليها داخل الاحتلال الإسرائيلي سواء من رأس السلطة بنيمين نتنياهو أو زرائه وقادة حربه على ما يبدو تقول أن هذه الحرب طويلة وأنهم ماضون فيها بشكل أو بآخر خصوصا على لبنان إلى أمد طويل هل هذا ما يتم استشعاره من قبلكم في الحكومة مع الوزير أم لا يعني طبعا مع عدو غدار بهذا الشكل لا تستطيع فعلا أن تقيم الأجندة التي يعمل عليها إنما من المؤكد أن له مطامع كثيرة الموضوع ليس فقط موضوع بسيط كما يسوق له وهو يعني مهاجمة حزب الله أو القضاء على حزب الله هناك هجوم وهناك أجندة كبيرة لتغيير خريطة الشرق الأوسط لوجد نفوذ أكبر لإسرائيل والانقضاد على مقدرات لبنان يعني اليوم اللي ما عارف لازم يعرف أنه في مقدرات كبيرة من في لبنان والجميع يعرف أن المستقبل هو لثروة المياه لبنان من الدول القليلة في هذه المنطقة الذي فيه أكثر من أربعين نهر ومياه كثيرة لهذا نهر الليطاني هو من الأشياء الأساسية اليوم على خريطة الاتفاق إنما الاتفاق لا بد منه لأن يعني الهجوم الذي يحصل والدمار الذي يحصل لا يحتمله لبنان ولا يحتمله شعب لبنان ولهذا على الدول التي تدعم لبنان ديبلوماسية اليوم في الوصول إلى الحل الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لوقف هذا العدوان الغاسق وتنفير يعني 17.01 وعدم السماح نهائيا لإسرائيل للتوغل البري أو الدخول البري إلى لبنان لأن كل ما حققناه من عام 2000 يكون قد ذهب سودان بكل ما دفعه لبنان من تكاليف من أرواح للناس ومقدرات للدولة وعقود من الحروب معلوزي أنت ذكرت نقطة مهمة للحقيقة ودعني أقف معها قليلا فكرة أن الاحتلال الإسرائيلي طامع في ثروات لبنان في خيراته في مياهه العذب أنهاره وخصوص النهر الليطاني يعني الحقيقة أريد أن أستمع منك أكثر في هذا السياق لأن كل ما يقوله قادة الاحتلال الإسرائيلي أنهم فقط كل ما يريدونه هو الانتهاء من حزب الله إعادة مستوطنيهم ومواطنيهم إلى شمال الاحتلال الإسرائيلي كما كان قبل السابع من أكتوبر لا هذا الأمر غير دقيق نهائيا لأنه يعني كل من يتابع أو كل من يقرأ سياسة بنمط واسع أو برؤية واسعة يعلم أن مطامع الإسرائيلي لا تقتصر فقط على هذا الموضوع هم يستغلون هذا الموضوع يستغلون موضوع المقاومة للإنقضاض كما ذكرنا على لبنان لأنهم يعلمون أولا أن هذا سيعطيهم مساحة بحرية أكبر على البحر المتوسط لتمكن أكثر من موضوع الغاز الطبيعي الذي هو أساس لهم موضوع المياه كما ذكرنا لبنان وسوريا هما من الدول القليلة التي أي عالم يتابع هذا الموضوع يعلم أن المستقبل هو للمياه يعني المياه أساسية وإسرائيل لطالما تعرضت وتعدت على مياه لبنان بما فيها أيضا هناك ثروات كبيرة لن ندخل في تفاصيلها الآن في عدة مدن جنوبية يعلم بها القلة قليلة من الناس لكن الإسرائيلي يعلم بها ويريد أن ينقض عليها يعني اليوم في موضوع يعني حتى كل ما يسمى بالارتفيشل انتليجنس اللي عم يتابع عبر الساتليتات واللي بيتابع الأخبار بيعرف أنه هم عملوا مسح كامل على كل مقدرات ما تحت الأرض وما فوق الأرض في لبنان والعالم العربي كله وهذه أجندتهم حقيقة فلا أحد يستخف بما يريده هذا العدو لأنه أكبر بكثير مما يسوق له في الإعلام طيب مسألة التوغل البرية الإسرائيلية في الجنوب تحديدا هل أنتم تعتقدون أن هذا السيناريو قائم الاحتلال الإسرائيلي عازم على إعادة احتلال جزء ليس بالقليل من جنوب لبنان أم أن هذا مستبعد وفقا لتصورات الحكومة اللبنانية؟ يعني أقول لك بكل أمانة لو سمحت لهم الظروف أو لو استطاعوا نحن رأينا منذ ما بدأت المعارك البرية وهم يكبدوا بخسائر كبيرة في البر لن يستطيعوا أن يدخوا إلى لبنان لقد قاموا بهذه المحاولة في 82 قاموا بهذه المحاولة في 2000 قاموا بهذه المحاولة في 2006 وفشلوا في كل المرات السابقة واليوم اللبنانيين شيل المقاومة على جنب اليوم اللبنانيين معروف عنهم بالتاريخ يعني تاريخ الحروب لن يقبل اللبناني أي يكن من أي طائفة يكن أن يدخل عدو إلى أرضه ويقتصب أرضه ومقدراته مرة أخرى لقد عشنا هذا الصراع لـ 75 عام اليوم من تاريخ هذا البلد ولن يسمح اللبنانيين بحصول هذا الأمر يعني وسيتحد الجميع مع المقاومة ومع كل من سيتصدى لهذا الدخول البري لأنه بعد ما نحن نجحنا بالألفين بإخراج العدو من لبنان سنسمح له اليوم بالدخول إلى أراضي اللبنانية وتحقيق طموحه بتقليص حجم لبنان والاستلاع على مقدراته من مياه وغاز وثروات لها تاريخ في لبنان طيب يعني مع الوزير أنا لا أريد أن أطيل عليك لكن لدي سؤال أو أكثر ونعود به إلى مربع الاقتصاد مرة أخرى كم تكلفت خزينة الدولة اللبنانية حتى الآن جراء هذه الحرب المفروضة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعني طبعا سأقول لك غير الخسائر اللي ذكرناها في الاقتصاد والناتج المحلي هناك دراسات قمنا بها نحن يعني أن تكلفت هذه الحرب بنزوح وكان هذا سيناريو لم نتوقع حصوله ولكن كانت دراستنا على نزوح ما يقارب المليون نازح داخل البلد أن التكلفة الشهرية ستكون ما يقارب بين المائة والمائة وخمسة وعشرين مليون دولار كي تستطيع أن تحتوي الأذمة تعالج الناس تأوي الناس تؤمن الغذاء اللازم والطبابة اللازمة والظروف المعيشية اللازمة في مراكز الإيواء فهذه الكلفة عالية جدا وحتى اليوم لقد تكلفت وتكبدت بها الدولة اللبنانية بشكل مباشر حتى بدأت المساعدات تصلنا تقريبا من أسبوع يعني الشهر الواحد يكلف الخزينة اللبنانية حوالي مائة وخمسة وعشرين مليون دولار مع الوزير هكذا فهمت هذا في الحد الأدنى طبعا هذا في الحد الأدنى لتأمين كل المستلزمات ومقومات الصمود المطلوبة للبنان والشعب هذا الحد الأدنى من التكلفة على الخزينة اللبنانية نعم سؤال الأخير متعلق بما الذي تريده لبنان ما الذي تحتاجه لبنان على الصعيد الاقتصادي على صعيد الدعم من الدول الشقيقة ودول الجوار ومن العالم بشكل عام تفضل والله يا سيدي بكل أمانة أقول لك ما نحتاجه اليوم هو عودة هذا البلد الجميل إلى ما كان عليه والأمر بسيط على الأحزاب الداخلية علينا أن نرتب البيت الداخلي اللبناني اليوم بسرعة وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة قادرة على نشل البلد من هذا الكابوس الذي نواجهه لأن جميع هذه الدول الداعمة اليوم تستطيع أن تساعد لبنان إلى الوصول إلى حل إلى هذه الأزمة لأننا دولة اليوم يا سيد الكريم دولة من دون رأس وما أبشع الدول التي لا رأس للدولة فيها وما أحزنها وهذا الحزن واليأس الذي نمر فيه يحتاج إلى إعادة انتظام العمل الدستوري والمؤسساتي في لبنان ودعم الجيش اللبناني في لبنان كي فعلا يصبح هذا البلد قادر على مواجهة كل هذه التحديات ولا يكون لقمة سائغة كما نقول أمام عدو كالعدو الإسرائيلي يستطيع أن يحاول أن يدور به ويأخذه إلى أماكن يحطمه به لا ينقض عليه فنحن اليوم نناشد جميع الدول الداعمة إلى استكمال المبادرة القائمة ومشكور عدد من الدول العربية تحديدا اللجنة الخماسية التي تعمل اليوم على انتخاب رئيس للجمهورية لأننا بحاجة إلى إعادة انتظام الأمور في لبنان للمقاوضات أيضا في المرحلة القادمة لأن الشرق الأوسط من الواضح أنه مقبل على اتفاق كامل وشامل بعد الانتخابات الأمريكية ودخول رئيس جديد على البيت الأبيض سيكون فارس السلام في المرحلة القادمة فنريد لبنان أن يكون بلد متكامل في نظامه الدستوري كي يأخذ على الأقل كرسي على هذه الطاولة في الشرق الأوسط الوزير الاقتصاد اللبناني السيدة مين سلام شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الانترنت من بيروت موسيقى